على الجانب الآخر ودي حتة مهمة عشان نتحذر أنا أتحذر الخداعات في العالم المسيح زي ما بيقول الكتاب في متة 24 24 سيقوم مسحاء كذبة وأنبياء كذبة بيعملوا إيه حتى يضلوا ولو أمكن المختار يعني الود والدهم هم مش هينجحوا عاوزين يضلوا ليه بقى بيعملوا عجائب وعظائم وآيات يعني بقى عمل المعجزات ليس دليلا على صحة هذا النبي أو صحة هذا المعدم أنا محتاج أميز المسحاء الحقيقيين ممسوحين والمسحاء الكذبة اللي بيدعي وده يعني دي حتة اللي يعطون آيات وعجائب دي محتاجين أن نتبه لها لألا نظن أن كل واحد بيعمل معجزة يبقى هو من الله كمان يعني تمساوس التانية أربعة يقول سيكون وقت يجمعون لهم معلمين مستحك كما سمعوا يعني الناس هتدور على ناس المعلمين يكونوا بقى يعني يعملوا لهم انترتينمنت يعني يعني يبسطوهم مش عاوزين يسمعوا حاجة عن حياة الجديدة أو حياة التوبة أظن إحنا ابتدينا نتزايد في هذا المجال ودي من أحد العلامات سيكون وقت أو جيل وقت ومسحاق كذبة أنبياء كذبة ونفس الآية اللي اقتبستها دكتور في تمثاوس التاني أصحح أربعة عم بناشد تمثاوس اكرز بالكلمة أعكف على ذلك في وقت مناسب وغير مناسب انتهر وبخ عذب كل أنات وتعليم ليه؟ لأنه سيأتي وقت لا يحتملون فيه التعليم الصحيح بل حسب شهواتهم الخاصة يجمعون لهم معلمين مستحكة مسامعهم فيصرفون مسامعهم عن الحق وينحرفون إلى الخرفات وإحنا فعلا بعصر السوشيال ميديا عم نشوفه لا في مصدقية ولا في محاسبة واللي بيدور على أي شخص بس يحكله ودانه ينبسط يعني كشعر جميل كما يقول الكتاب المقدس بدون المسئولية بدون التبكيت بدون الالتزام ترجمة نانسي قنقر